بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسنى بسنته إلى يوم الدين من قصص أخلاق الانبياء نبدأ بقصة يوسف عليه السلام كان للنبي يعقوب عليه السلام اثنى عشر ولدا وكان احبهم اليه ابنه يوسف فكان يداعبه ويعطف عليه اكثر من اخوته مما اثار غيرتهم واهاجى حقدهم عليه اذا نبي الله يعقوب هو ابن اسحاق هو ابن ابراهيم عليه السلام اذا هنا كان لنبي الله يعقوب مجموعة من الابناء لكن كان احسنهم يوسف عليه السلام لان يوسف كان احسنهم اخلاقا ومعاملة وذات ليلة رأى يوسف في منامه ان احد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدين فاخبر اباه بالذلك فعرف ان ابنه سيكون له شأن عظيم اذا نبي الله يعقوب كان له الالهام كان يعرف الاشياء عندما رأى ابنه هذه الرؤية عرف ان ابنه له شأن عظيم فنصحه بعدم اخبار اخوته بذلك حتى لا يوسوس لهم الشيطان فيدبرون له مكيدة ويقتلونه قال سعلا اذا قال يوسف لابيه يا ابت ان رأيت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين قال يا ابني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين علم الاخوة بالرؤية فازدادوا حسدا وحقدا على اخيهم عندما عرفوا الرؤية ازدادوا حقدا وحسدا على اخيهم فحاكوا له مؤامرة والقوه في جب وأخبروا اباهم بان الذئب اكله اذا في الاول اجتمعوا الاخوة وقالوا يجب ان نقتل يوسف وقال احدهم لا يجب ان نقتله بل يجب ان نرميه في الجب اي في البئر لم يقتنع يعقوبا بكلام ابنائه فاستسلم للبكاء والصبر والدعاء عندما رموه في البئر جلس في اعماق البئر ونادى باعلى صوته انقذوني ولكن صد الصوت عاد اليه ولم ينقذه احد ولكن الامان بالله ملأ قلبه ان الله سينجيه كان نبي الله يوسف في ذلك الوقت طفلا صغيرا يتذكر اخوتي الذين اجتمعوا حوله وامسكوا به ليقذفوا في البئر وهو يصرخ ليقذفوه في البئر وكان يصرخ ارجوكم اتركوني ولم يرأف بحاله احد منهم لان الحسد غالبا يؤدي الى اشياء لا تحمد عقبائه اذا فهو يصرخ ولكن رموه في البئر